وضع أستاذ مساعد بإحدى الجامعات الخاصة يبحث عن فرصة عمل في الخارج ليوفر لعائلته حياة أفضل بسبب ضعف رواتب أساتذة الجامعات في السودان ما عندنا أبدأت للصينس أو للعلوم للصالوز بتاعتنا ما أبدأت كل يوم فبتلقى قليلما الأستاذ اللي هو بيعتمد في حياة الأبدأت على نفسه أغلبياتهم بيعتمد على نفسهم دي مجموعة من الحياة لكن أهم العيدة الاقتصادية أن الوضع كل يوم بيقى يمشي في ضائقة بفكر في الهجرة لو لقيت وضع أحسن أكيد ما عشان أنا حاب أن أطلع برى البلد لكن أكيد إذا قيت وضع هنا كويس بقعد هجرة الكوادر المؤهلة وخاصة أساتذة الجامعات والتي بلغت 12 ألف أستاذ جامعي في السنتين الماضيتين حسب دراسة أجرتها جامعة الجزيرة لا تزعج المعنيين في الحكومة السودانية وتؤكد جهزيتها لسد الفجوة التي قد تحدث جراء ذلك نحن لدينا آلاف أيضاً لدينا تخرج من السودان آلاف المتدربون المسألة لا تغلغنا كثيراً لأن الهجرة بالنسبة لتحسين الوضع والهجرة بالنسبة لأساتذة والأطباء والمهندسين في السودان سمة من السمات موجودة ونحن متحسبون لها ولدينا الكوادر الكبيرة التي تحل محل الذين يهاجرون ثورة التعليم العالي في السودان بدأت في عام 1989 اعتمدت اللغة العربية كلغة رسمية للدراسة وقفزت بعدد الجامعة السودانية إلى قرابة الماء الجامعة الأمر الذي يتطلب استقطاع موارد مالية أكبر من الدولة للبحث العلمي ومخصصات كوادر التدريس سالي فنجالي فرانس فان كادر الخرطوم